و اهلا و سهلا فيكم بحلقة جديدة اليوم حلقتنا تنخذ العقل متل العادي و شو هالمرة رح نجرب انا و اياكم نعمل لهذا الجهاز هذا الجهاز نشفته بكتير عالم بس مش نقصه شفت انواع تانية فانوياكم اليوم رح نكتشف شو عن جد حلوة لمش حلو لانه لانه هلا رح افرجيكم التجارب اللي عملتها تعالجوا هدا هو الجهاز اللي منلفي الخيوط طبعا فيه كتير انواع بس انا هدا اللي لقيته بالسوق بصراحة و قلت وقتها اجربه جايبيته كتير من زمان هو بيجي بهذا الشكل وبتيجي مع المثبت هو مركب كل شي لحاله وبحطها هون و بعدين منثبتها هلا رح افرجيكم طريقتين للتسبيت و كيف طلعت النتائج معاي بالطريقتين اول طريقة لقلو انكم تحطوه بهذا الشكل وتسبتوه باي مكان في هيك طرف بهذا الشكل رح تحطوه بهذا الشكل باي طرف انتم بدكم اياه و يكون بهذا الشكل و نجيب الخيط و نحطوه و تكون يعني هيك مستقيمة زي ما همي حاطين هون على الكارتوني فانا جربتها اول شي متل ما همي حاطين الرسمي و حاطين كل شي رح افرجيكم هلا كيف نستخدمها بهذا الشكل لما تكون عادية فرجيكم كيف بالضبط ثبتها ثبتها هيك بهذا الشكل و رح تكون معانا مثبتة بالشكل تماما اللي بالكرتوني هدي هون هدول بوائي الخيوط رح اجربهم معاكم عشان نشوف كيف حتطلع النتيجة اول نتيجة رح نعملها وهي هيك زي ما همي كانوا حاطينها بالكرتوني رح افرجيكم كيف رح تطلع النتيجة استخدامها سهل كتير بس كل اللي عليك رح تعملي هون تدخلي الخيط بهذا الشكل بعدين تحطي الخيط بهذا الشكل هون بالجوانب اللي همي حاطينها وتقصر الخيط لانه هادا اللي هيكون بالنص وبعدين تفل الخيط عشان يكون يعني و انتي عم تسحب فيه كون سهل عليك هون هلق فتكت هادا الجزء عشان نعمله مع بعض اهم شي هاي تخلوها صغيرة عشان هي اللي بتشبك الخيط بالاخر فخلينا نجربه هلق مع بعض رح نمسك الخيط بهذا الشكل عشان ينثبته و يكون مجدود و نبلش لف وبعد ما خلصناها هاي هي النتيجة النتيجة انا مو كتير حبيتها لانه البكرة ما بتكون متماسكة يعني هيك شكلها مو كتير متماسك زي اللي انا بشوفه او زي اللي كتير فيديوهات بيعطونا النتائج فعشان هيك ما حبيتها ارجعت اعملت كمان شغلة رح افرجيكم اياها هلا اه و صحيح ولما تسحب الخيط في بعض الاحيان ممكن يتشبك معك وهذا ذكرني لما نيجي نعمل ايا خيط عادي الملفوفين و ناخده من جوا شوفوا كيف بيضل مشبك و دائما هاي الشغلة بتيجي معاي وبتيجي انه مشبك من جوا فهذا ممكن من طريقة اللف بصراحة ما بعرف بس شوفوا كيف هذا كله هلا طلعته من جوا و مشبك و بدي اقعد اعمله من اول وجديد وهي افقية هيك انا ما حبيتها يعني ما بترتب عن جد شكل الخط ما حبيتها ابدا افكها و افرجيكم لاني شفت كمان في منها الات بتعمل بشكل هيك يعني عمودي حاولت اني ادور عليها لقيتها عند اكتر من حدا ان شاء الله بدي اجيبها و نعمل انا وياكم ريفيو كامل عنها بس اخترعت شي اني انا احط هاي و اعملها كمان بشكل هيك زي اللي انا شفتهم بس اني هون اثبتها هلأ بالكرسي رح اثبتها معاكم اجينا هلأ و رح افرجيكم كيف بدي اثبتها بهاي الطريقة على الكرسي عاساس انه تكون لفوق شوفوا كيف رح احطها هون و اثبتها على اساس انه القاعدة تبعتها تكون لفوق و اصير الفها هاي الحركة حسيتها احسن و خلت الخيط يتماسك اكتر من انه لما احطها بالشكل اللي اول شي فرجيتكم اياه هلأ رح نجرب انا و اياكم رح نجرب انا و اياكم بهذا الخيط شوفوا هذا الخيط رح ناخده اه خليني اول شي احط الخيط بهاي طبعة اللي تمسكها بعدين احط الخيط بهذا الشكل و رح نحط الخيط من تحت بهذا الشكل رح نحطه بهذا الشكل بالفراغ اللي هم عاملينه و اهم الشي زي ما قلنا ما منطول هاد لانه هذا اللي بيكون من الوسط و رح نيجي و عادي رح احط الخيط و هلأ هيك سبت الخيط زي ما انتو شايفين خليني اقرب الكاميرا اكتر هيني اقربت الكاميرا عشان يكون واضح حطينا الخيط و حطيناها بالفراغات اللي هون و هلأ مع بعض انلف و نشوف النتيجة رح نلفه هلأ بعد ما سبتنا و نشوف كيف النتيجة مع بعض و ها هيك منكون خلصنا كل اللف شوفوا كيف هدا سبتو هاك بعدين منطلعها بهذا الشكل هذا لما عملتها هاك حسيت انه الكاكي او الكرة زي ما بيقولوا عليها احلى بكتير و ارتب يعني خليني افرجيكم هديك شوفوا بهذا الشكل كيف طلعت و هذا الشكل كيف طلعت هل تقييمي لقلها حلوة هي ممكن تكون سريعة بس كحلوة وبتاخد العقل لا انا صراحة ما حبيتها وعملت تجربة كمان لما شفتوني على الخيط اللي كانت المتطوعة جايبيته هذا كان اليزا ديفا طلعوا كيف مو حلوة ابدا ما حبيت الشكل فيها في انواع اكتر وبالسوء احنا انا ما بعرفها بس انا اللي جربتها هاي هي مو كتير حبيتها بس اللي عندها زي ما حكيت لكم بتقدر تعملها بهذا الشكل ورح يعطي شكل اهضم وامسك من لما تعمليها بهذا الشكل انا كمان كنت عامليتهم بس زي ما حكيت لكم كمان في شغلي لاحظت انه لما تاخده من الوسط اذا ما كان الخيط ملفوف بشكل كتير معين بهذا الشكل استنوا انا هاي ولا هاي اللي طلع فيها خربطة نشوفوا هلأ عم بطلع هو بسهولة بس شوفوا كيف بطلع معقد لانه طريقة اللف بتكون فيها شي غلط وما بتكون دايما عملية فبصراحة انا هادا الجهاز كتجربة ما حبيته اكيد في ماركات تاني رح تعطينا نتائج افضل بس انا هادا ما حبيته بالمرة وكان يعني تجربة سيئة وهي شوفوا كيف شكلي كبيتها هديك اللي ما كانت تطلع كانت تطلع لي من جوه بس كلها مخربطة فما حبيتها ابدا صراحة هاي تجربتي بلا هلأ بفضل انه انا اللي الفهم زي ما بلفها دول الكور شوفوا ما اجمل يعني عن جد بتاخد العقل وبتذكرني بالبسس لما يصيروا يركض وراهم عارفين انه هاي يعني اشي قد البسس بتاخد العقل فهاي كانت تجربتي بكل امانة وبكل صدق فيها ما حبيتها اذا عندك اياها وجبتيها زي ما انا جبتها وتورطت فيها بامكانك تعمليها زي ما قلتلك بس تعمليها بهذا الشكل عشان تطلع معاك الدائرة او اللف كتير منيح غير هيك ما مو كتير انا صراحة حبيتها وهي قدامكم عملناها لما كانت هيك ما عجبتني بالمرة اكتبولي بالكومنتات اذا انتم جربين انواع معينة حلوة او فعلا بتفيد واهمة شي لما تكون بالوسط تكون عم بتشيل الخات بشكل مرتب مش تشيل لي اياه وتخربلي اصلا البكرة نفسها هذا شي كتير مهم طلع لانه يعني ما صدفة طلق معاي انه تخربط من جوا بس هديك المرة لما عملت الاخضر يا الله شو تعبني واصلا كبيت نص البكرة يعني بصراحة فالقرار بيرجع لقلكم اكتبولي تجاربكم اكتبولي اذا عن جد فيه انواعي يعني بتستاهل ان الواحد يشتريها او يستثمر فيها بس انا لهلأ عندي اللف بهذا الشكل هو الافضل على الاطلاق خاصة انه كمان حتى الخيط اذا كنتي فرديته من مكان لما تشديه هيك بشد معاك بشكل خيالي وبهيك بشوفكم بالحلقات الجاي انطروني عشان انبدع مع بعض واكتبولي تحت الكومنتات كمان اي شي بتحبوا نحكي فيه عشان نعمل عليه ريفيوهات وعطيكم رأيي بكل صراحة